وقعت اتفاقية مشروع الطاقة الشمسية في الحرام الجامعي للجامعة الملكية للبنات لتتحول الجامعة إلى أول موقع في مملكة البحرين يعتمد في تشغيله على الطاقة النظيفة وذلك ضمن استراتيجية مملكة البحرين الوطنية للطاقة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وإلى خفض الانبعاثات 30% بحلول عام 2035 وشهد مراسم التوقيع سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الكهرباء والماء وسعادة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس الجامعة وتم التوقيع الاتفاقية مع شركة بوزيتف زيرو الإماراتية لإنشاء وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في حرام الجامعة والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 3.75 ميجاوات ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في وقت لاحق من هذا العام من جهته أكد سعادة وزير الكهرباء والماء أن الإدارة العامة لكفاءة الطاقة في الوزارة تحرص على تقديم الاستشارات الفنية والدعم الفني اللازم للمساهمة في تنفيذ خطط التحول للطاقة المستدامة وتبني مبادرات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة تحقيقاً للأهداف الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر